اشتركوا في القناة وأهمه دعاء ذنون ما هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول وش علاج ضيقة الصدر فسبح بحمد ربك أكثر من التسبيح وكن من الساجدين الصلاة فيها راحة النفس وتمأنينة القلب ونسيان هذه الهموم والغموم والأسى والأحزان وليذا سبحان الله يموت الإنسان لك قريب خلال السبوع التي جاءك إلى الله خلاص وهذه من الحكمة بعد لأنه لو استمر الحزن في الإنسان لقتله وكدر عليه حياته كلها خلاص ما دمت آمنت بالله فالأمر كله لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا